السلام عليكم ورحمة الله في البداية حبيت اشكر كل الناس اللي اتطمنت علي سواء تليفونيا او عن طريق الكومنتات بقول لهم الحمد لله انا بقيت كويس جدا وربنا يحفظكم جميعا كمان اتكلمت في الفيديو اللي فات بتاع توقعات السوق اتكلمت عن الحاجات اللي مطلوبة والاسعار وصلت لحد فين وكمان استشهدت ببوست كان موجود في السوق بوست لأحد التجار المعروفين طبعا ازا ما كانش البوست ده انا كنت متأكب منه ما كنتش رفعته في القناة النهائي لكن زي ما قلنا التاجر رفض نهائي ان انا احط رقم تليفونه وعلشان كده لجل عيونكم ربنا قدرني وتواصلت مع خليل وقدم لي اسعار لمشتركين القناة اسعار مماثلة للبوست اللي فات بتاع الفيديو اللي فات بتاع توقعات السوق وان شاء الله هيبقى فيه اسعار كويسة جدا ونبدأ بالاسعار اللي موجودة كمان قبل ما انسى خليل كلمني وقال لي بالنسبة للمشتركين القناة الاسعار هتبقى اعلى من كده اعلى من اللي انا هقولها وكمان في حالة وجود كميات هيبقى فيه اسعار اعلى كمان بس اهم حاجة اللي يجي يقول تبع قناة عشق الكوكتيل تمام نبدأ بالبادجي بالنسبة للبادجي فيه الفولة للتيكسس الجولدن الكبيرة الشغالة هتتلمى على 800 جنيه ده زي ما قلنا عند خليل طبعا قبل ما انسى هسيب رقم تليفون خليل نهاية الفيديو وكمان مكان تواجده بالزبط في نهاية الفيديو ان شاء الله اللي حابب يتواصل معاه بالنسبة للفولة الفواتح الكبيرة 300 جنيه طبعا الاسعار ممكن تزيد عن كده لكن احنا بنتكلم على اسعار الاسبوع ده ان شاء الله بالنسبة لبلاك وينج الاخدر على 400 جنيه طبعا لما اتكلمت مع خليل قال لي ما فيش فرق بين الكبير والصغير يعني لو انا اديت له بلاك وينج صغير سواء اغدر او ازرق هي برضو هي نفس الاسعار بالنسبة لبلاك وينج الاخدر قولنا 400 جنيه البلاك وينج الازرق 500 جنيه بالنسبة للشكر بورصاصي برضو 500 جنيه اهم حاجة لحاجة تكون مرسومة وبرضو مش هتفرق كبيرة من صغيرة بالنسبة للانصاص بتبدأ سعرها من 250 ل300 حسب المستوى نتكلم على تركيبات الرينبو بالنسبة لتركيبات الرينبو الكبيرة هتبقى 130 جنيه بالنسبة للششة والكورك سعرها برضو 130 جنيه بان الافشر مطلوب لاتيني العين حمرة على 700 جنيه الفشر اللاتيني عين حمرة على 700 جنيه الفشر الفايلوت على 700 جنيه الجوز برضو. بالنسبة للفشار الكبيرة الشغالة يعني نتكلم على بقية الالوان على تلتم ميت جنيه سعر الجوز. بالنسبة للروز الاوبلاين عين سودا اي لون على ربعممية جنيه سعر الجوز. بالنسبة للروز اللاتيني سعره ربعممية جنيه. نتكلم على الروز الالوان الكبيرة معدل اخضر يعني الروز معدل اخضر اي لون على 300 جنيه سعر الجوز بالنسبة للروز بقية الالوان بالنسبة للشبابات 300 جنيه الجوز ده سعر كبير بالنسبة للشبابات 200 جنيه بالنسبة للكوكتيل الالبينو ولسعر الجوز منه الكبير 1350 جنيه طبعا يعني من حوالي اسبوع او يعني اسبوع او اسبوعين كان 1250 و1300 سعره ان شاء الله 1350 جنيه سعر الجوز ده بالنسبة للكبير الشغال بالنسبة للكوكتيل مصبع الفرنساوي سعره طبعا بيختلف على حسب يعني على حسب الرسمة اللي في الدار وزكاة هي ريئة او مش ريئة سعر الكبير كتسليم 1350 جنيه ده بالنسبة للحاجات الريئة طبعا لو حاجات مش ريئة سعرها هينزل عن كده نتكلم على الكوكتيل اللاتيني الشغال 500 جنيه ده سعر الجوز الكبير الشغال طبعا لو هنفتكر من حوالي اسبوعين لا يعني من حوالي شهر او شهر ونص كان الكوكتيل اللاتيني الشغال كتداول 450 احنا النهاردة كنا بنتكلم في 400 من حوالي شهر ونص برضو بالنسبة للكبير الشغال احنا النهاردة بنتكلم ان الجوز الكبير الشغال ب500 طبعا دي حاجة واضحة جدا ان الاسعار بالفعل زادت وان السوق ان شاء الله رايح للأحسن بالنسبة للكوكتيل اللاتيني الشبابات 370 جنيه الكوكتيل اللاتيني الشبابات 370 جنيه تمام؟ بالنسبة للكوكتيل المصبع والإيزابيل الكبير الشغال ب370 جنيه كوكتيل المصبع والإيزابيل الكبير الشغال 370 جنيه بالنسبة للشبابات 300 جنيه سعر الجوز بالنسبة للحبش الكبير الشغال سواء الضكر او نتاية يعني الضكر مع الانسة بـ 220 جنيه تمام لو زكور بس هتبقى بـ 240 جنيه يعني الضكر بـ 120 جنيه سعر الضكر الواحد بالنسبة الفرنساوي الـ White Face مع الإزابيل والفون 500 جنيه سعر الجوز بالنسبة للأسترالي الكبير هيبقى على 75 جنيه عند خليل يعني سعر الأسترالي الكبير 75 جنيه بالنسبة للأسترالي العين حامرة والجولدنات شبابه كبير 75 جنيه نتكلم عن الزبرة الفواتح واللي سعرها هتتلم على 65 جنيه دي طبعا الأسعار اللي أنا قلتها اللي هيتسلم بها خليل إن شاء الله نتكلم على مكان تواجد خليل مكان تواجد خليل إن شاء الله يعني قدام الحديقة المتميزة بسوق السيدة عائشة او بالضبط قدام الكبري من ناحية القلعة تمام؟ رقم تليفون خليل إن شاء الله هيبقى موجود تحت زي ما احنا شايفين موجود دلوقتي اللي حابب يتواصل معاه لأي سؤال أو حابب يتواصل معاه لأي غرض كبيع أو معاه التسليم على سبيل المثال يحب يتواصل معاه عن طريق الرقم اللي موجود وبأمر الله هشوفكم في السوق يوم الجمعة إن شاء الله نغطي التقرير مع بعض وبكده يكون الفيديو بتاعنا خلص إلى لقاء جديد وفيديو جديد في أمان الله